طيب امبارح وعدناكم بفيديو خطير جدا 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 انا مش اقول لكم هو ايه تعالوا كده نسمع مع بعض وبعد ما نسمع نرجع نتكلم يلا بيدا انا رشحت رئيس لجنة درسة معامة 14 بعد اختبارات امن وخلافه ما فيش اي مشاكل واشتغلت اللجنة بكفاءة الحمد لله الى ان عرض علي تفصيل لجنة سنوية عامة لناس معينين على مقاس ناس معينين باخد ناس ملاحظين احطهم في لجنة معينة اللجنة دي بتضم مدارس تجربية لغاية الطالب بيدفع 20 الف جنيه فلازم تتفسر عشان مستوى المدارسة يرتفع رفضت وهنا كانت الطامة الكبرى لا لحظة واحدة شرح لي ازاي ده اتعرض عليك اتعرض عليك حضرتك فيه اتنين موجودين في اللجنة بقالهم 11 سنة مطبخ اللجنة ولكما تعني كلمة المطبخ اللي هم عارفين كل حاجة كل شيء اللي يفصلوا عارف مين اللي هيروح المكان ده وعندهم كل حاجة لما تعرض عليها هزا الكلام رفضت قالوا لك صد عبدالخالق عاوزين فلان الفلاني ده في اللجنة لهم ما بيعملهم بقولك اللجنة اللغات التجربية بالمنصورة هنعمل لها كذا كذا ليه لان فيها ناس معين ودفعه فيها كذا وانت ليك حصة فيها تليك نصف مليون ووزير التعليم له حصة السابق والمحافظ السابق له حصة فيها وانا ليه حصة ووكيل وزارة بس الكلام ده خطير الكلام ده خطير بعدتي شكاوى لكل المسؤول في الدول ولم تحرك ساكن الأجهزة الرقابية فين سعدتك أنا لو حرامي وفقت ان أنا بقى حرامي وفصل اللي جان واسرق فلوس كان زمين ووكيل وزارة من سنة 2-3 لان احنا في مصر الحاليا كن فاسدا ترتقي أما الشريف يحارب اتحاربت اتحاربت من جميع الجهات وإلى الآن طيب اللي جالك قالك تفصل اللي جان دي على مقاس مدارس معينة وأشخاص معينين رتبته إيه ووظيفته إيه هم أعضاء في اللجنة 11 سنة انت ليه سايبهم عضو في اللجنة 11 سنة ليه المفروض الأعضاء دول يتغيرهم يتغيرهم انت ليه حطوتهم في مطبخ معهم المفاتيح هم اللي بيفتحوا وبقفلهم معرضوا عليك فلوس قالك انت ليك حصة كذا حصة كذا يعني ايه مش فاهم يعني انت هنفصل لجان لو انا فصلت حضرتك لجنة واحدة في محافظة انت أهلية ب2 مليون انا عندي 9 محافظات 9 محافظات اه لو عملت هذا العمل في كل محافظة واحدة بس بقيت باشا طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله احنا بنؤكد الكلام اللي بيقوله الأستاذ عبدالخالق رمزي خليل هو على مسؤوليته عظيم هكمل لك القصة عشان فضل عشان تبقى عارف حضرتك اصلاك انت يعني انت بتتهم مريم انت بتتهم الدكتور محمول ابو النصر يا ساعد رئيس وبتتهم محافظة الاهلية السابق وبتتهم ساعدتك انا جاي لك في الموضوع بالقضية مش مريم دي جنب اللي انا عملته ولا حاجة قضية مريم دي صفر فعلا انا لما اتعرض عليها هذا الكلام واروح لوزير التعليم اقول له وهو رئيس المباشر في هذا العمل اقول له مش عارف قابله مصيب عندي انا رئيس لجنة انا من حيث المبدأ بداية اتقدم من على الهواء مباشرة ببلاغ لسيادة المستشار النائب العام للتحقيق في هذه الاقوال وهذه المعلومات الخطيرة التي انثبتت اذا نحن في كرسة كما اتقدم ببلاغ مباشرة للسيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالتحقيق الفوري في هذا الكلام وما جاء على لسان الاستاذ عبدالخالق هذا الكلام الخطير ويعتبر هذا الكلام بمثابة نقوص خطر كما اتوجه الى الاستاذ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم والمسؤول عن ملف السنوية العامة واعلم تماما مدى نظافة يد هذا الرجل ومدى المجهود الذي يبذله هذا الرجل للارتقاء بالعملية التعليمية يا دكتور رضا يا سيادة الوزير الامر يحتاج لتحقيق وبعد اذنكو انا بتقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام للتحقيق في هذا الفيديو الخطير سمعنا كتير عن لجان الاكابر وجاء من يؤكد شفنا كتير ولاد فشلة ولاد فشلة يعني هم فشلة ولاد فشلة وكان بيتعملهم لجان خاصة وبيدخلوا كليات خمة يطلعوا فشلة يموت البريد تحت ايديه لانه فاشل ومطربي في بيت فاشل يكون الحكاية انه معاقه ارشين بيدفعهم وياخد حق المكافح الغلبان اللي طول السنة هو واهله تفحين الدم عشان ينجح ويتفوق الكلام ده اخطر كلامة قال في مصر في السنين اللي فاتت الكلام ده يجب التحقيق والرد وتحقيق حقيقي مش مجرد كده استفاق بيانات ونطلع ننكر ووزارة التعليم تنفي ووزير التعليم ينفي والمتحدث ينفي مش هينفعنا الكلام ده احنا عايزين تحقيق وايضا انا بناشد المشاهدين الشرفاء الموطنيين الامنين على هذا الوطن اللي عنده معلومة يبلغنا بيها اللي عنده معلومة يبلغنا بيها وهنحط رقم حد من الاعداد دلوقتي يتحط رقم اي حد من الاعداد ويكون رقم في واتس اب لتواصل المشاهدين في الامر ده ارجو يكون كلامي محدد اللي عنده وقع بيقول انا اعرف حد دفع ونجح يقول لنا انا اعرف عندي في محافظتي لجنة للأكابر يقول لنا احنا بقى هنساعد جهات التحقيق وهنبقى هنا نعمل تحقيق استقصائي وصحفي يا جماعة يا مصريين اللي يعرف حاجة عن موضوع اللجان الخاصة وما يسمى بلجان الأكابر اللي اتدفع فيها فلوس اذا سبت كلام اللي استاذ عبدالخالق يقول لنا ويبعت لنا المعلومات على الرقم اللي هيظهر على الشاشة بالوقت هيظهر لكم رقم الاعداد الخاص بهذا البرنامج اي حد عنده هذه الحالة يبعت يقول لنا انا عندي حالة اهل ومرة تانية بأكد بلاغي لمعالي النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية للتحقيق الفوري في هذا الأمر وموفاة الرأي العام بنتائج التحقيقات لان هذه القضية قضية رأي عام وقضية امن قومي وتمس كل الناس لانها بالفعل من اخطر القضايا اخطر حاجة قالت في مصر في السنين اللي فاتت الكلمتين دول دول فعلا كافلين ان يهدموا وطن